للعزاب عم بشوف بك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي في الشخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده في كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي هذا الشخص اما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخذلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كلما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جدي كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة لانها تكون رح تكون الخير للك فيها فيها مستقبل فيها توديع يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن رح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اه فاذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيها حلوة عم بيكشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع اه في نوع اه من العدل والميزان رح لبرج اه الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد اه حقك من بعد من سلب منك هذا اه الحق للمتزوجين عم بتقول خلص اه طفح الكيل عم ترسم العلاقة اه اللي انت اه بدك اياها في الزواج واكنه اه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن حم بشوف اه في فرح وفي سعادة في اكتر اه من كرت للمتزوجين ايزا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش من الفصلين لبرج الميزان بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الاخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ضهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك اتعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حواليها يعني في بشائر في اشياء حلوة ممكن يكون في سفر اما للشريك او انتم مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون في ارتباط ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن في سعادة في فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون في علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اتخاط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين بتعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي بطرف الآخر حاسس بخيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من الأشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه نبين كتير في جروحات عم بيعاني منها أو عم بحاول الاستشفاء منها الشريك عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط أنه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعد تبناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة في سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكثر من حدا في سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه أنت كأنك نفهمه أنه يا علاقة جدية وارتباط يا بلى وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه أنت كاشفه يعني كاشف كل ألعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذن راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون فيه أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكون أو الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورق ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقول لك انت بيقول لك اطلع من الحال اللي انت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبيحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقول لك لا كون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة اذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسبب لك الا انه يدخل اشخاص سلبيين ممكن تجذب اشخاص سلبيين اذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الامور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الامور بالاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة